موسيقى السوداني يوكد لخامنا التزام العراق بعدم استخدام أراضيه للاعتداء على إيران والأخير يدعو لمزيد من الوحدة والتكاتف بعد مداهمة منزله مكافحة الفساد تحتجز رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري وتمنع رئيس المخابرات السابق من السفر الجبهة التركمالية تشك التهميش داخل الكابينة الحكومية ومساعد تقريب بين القوى الكردية مستمرة لحل الأزمة كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم من زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران إذ أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة العراقية بالدستور الذي يمنع جعل البلد منطلقا للاعتداء على جيرانا وعبر السوداني خلال لقائه المرشد الأعلى لإيران علي الخامنئي عن شكره لدعم العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب مشيرا إلى أهمية دامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات من جانبه قال الخامنئي أن أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية داعيا الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاتف هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران السوداني خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإسلام الإيراني محمد قل بيافة في طهران أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي وأشار السوداني إلى أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران التي من شأنها أن توطد أواصر التعاون بين حكومتي البلدين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال في مؤتمر صحفية عقده مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور بإشان عدم تحويل أراضي العراق إلى منصات لتهديد أمن دول جواره موضحا أن أمن إيران والعراق واحد ولا يتجزأ حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أي أطراف تستخدم الأرض العراقية للإضرار والإخلال بأمن إيران هذه سياسة العراق لن يكون محطة أو نقطة انطلاق للإضرار بدول جواره نعتمد سياسة في علاقاتنا الخارجية العلاقة المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح لأن يكون العراق مصدر قلق أو ضرر لدول الجوار السوداني أشر أيضا إلى أن العراق لا ينسى دعم تهران له منذ عام 2013 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية مثمنا موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز فيما أشار إلى الاتفاق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تفعيل لجنة الاقتصادية المشتركة مع فخامة الرئيس على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وضرورة عقد اجتماعاتها في أقرب وقت لكي تكون هناك مخرجات ترفع إلى اللجنة الرئيسية اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء العراقي والنائب الأول لرئيس الجمهورية نثمن موقف الجمهورية الإسلامية في دعم العراق واستمرار إمدادات الغاز والكهرباء وأكدنا في حديثنا اليوم أهمية هذا الأمر لاستمرار الخدمة لحين إكمال مشاريعنا على مستوى البلد لإنتاج الغاز وتأمينه لتشغيل محطات الكهرباء العراق سوف يبدل جهد لاتباع عالية بشأن الالتزامات المالية وفق المتطلبات الدولية وسوف تكون لنا جهود في هذا الشأن على مستوى اللجان التنائية وأيضا اليوم سوف يكون هناك بحث لهذا الأمر في هذه الزيارة وفي زيارات أخرى أيضا نحتاج بين وزيري النفط في البلدين سوف يكون هناك بحث لمشاريع تتعلق بنقل النفط الخام للتصفية والحصول على المنتجات وكذلك نقل الغاز ومعالجته هذه مشاريع وفق مذكرات تفاهم سابقة سوف يتم تفعيلها وبحثها في هذه الزيارة وفي زيارة أخرى في بغداد إن شاء الله أيضا تم بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني وهنا نؤكد على أن أمن البلدين وحدة متكاملة لا تتجزئ وهي قطعا جزء من أمن المنطقة من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقة العراق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية ومتجذرة وتأريخية وقال رئيسينا ما كانت العراق مهمة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة وأن الاستقرار من مسؤولية حكومات دول المنطقة مبينا أن زيارة السودان إلى طهران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية من وجهة نظرنا يحظى التعاون مع العراق من وجهات نظر عديدة وإنما كانت العراق مهمة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة ومن المجالات التي يرغب الطرفان بالتعاون فيها هي مكافحة المجموعات الإرهابية وأيضا التصدي للجرائم المنظمة وأيضا مكافحة الإرهاب وأيضا التصدي لأي عامل يهدد الأمن ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين هذه الأمور تحظى بإرادة مشتركة من حبل البلدين للتصدي لها بعد زيارتين قصيرة لكل من الأردن والكويت حتى طائرة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه المرة في طهران في زيارة تصدرت القضايا ذات الاهتمام المشترك كالميا والقصف ووساطة بغداد بين طهران والرياض جدول مباحثات السوداني مع الجانب الإيراني في زيارة رسمية هي الثالثة في محطات زياراته الإقليمية منذ تسلمه رئاسة الحكومة وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للعاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة الجانب الإيراني على رأس وفد رفيع لبحث عدة ملفات تهم الجانبين لا شك في أن هذه الزيارة والمحادثات بين الوزدين الإيراني والعراقي يمكن أن تساعد بشكل كبير في حل القضايا بينهما وزيارة السوداني إلى طهران تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية المجال الاقتصادي والتجاري يشكل أحد محاول محادثات اليوم كما أن القضايا المالية والمصرفية وتصدير الكهرباء والغاز هي من محاول التفاوض أيضا هكذا قال الجانبان بمؤتمر صحفي الزيارة التي يقوم بها السوداني إلى طهران تأتي في وقت حساس تمر فيه المنطقة على صعود عدة لا سيما وأن بغداد لها دور محوري في المنطقة وقد أدارت سابقا خمسة لقاءات غير مباشرة بين طهران والرياض وهي تسعى الآن للجولة السادسة في هذا الملف المهم والحساس كما واتفق الطرفان على تفعيل لجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتعزيز سوء للتعاون في المجال الأمني فضلا عن بحث جملة ملفات من خلال اجتماعات موسعة سيعقدها الوبد المرافق للسوداني في زيارته هذه هي زيارة سياسية بطابع اقتصادي كونها تناولت مواضيع تمس الشارع العراقي بشكل مباشر يأتي في أولويتها ملف الطاقة الكهربائية فضلا عن ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك لكلا الطرفين ولا مسعودي الرابعة طهران افدى مصدرنا ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد احتجزت هيثم الجبوري قال المصدر ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد احتجزت رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بعد مداهمة منزله وفي وقت سابق دهمت الهيئة العليا لمكافحة الفساد منزل شقيق هيثم الجبوري وقال مصدر للرابعة ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد دهمت منزل محمد الجبوري شقيق هيثم الجبوري في حملة تحر وتفتيش هذا وكانت هيئة مكافحة الفساد قد اصدرت امر استقدام ومنع سفر بحق الرئيس السابقي لجهاز المخابرات السابق راء الجوحي الهيئة في بين ذكرات ان الامر جاء عن تهمة التراخي في تنفيذ امر القبض الصادر بحق المتهم الهربضياء الموسوي وتمكنه من الهروب خارج العرق يشار الان هيئة النزاهة اعلنت عن تأليف هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهم المودعة في مدريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات كشف قاضي تحقيق محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة دي جعفر تلقي السلطات الاخبارية اخبارا عن محاولة تحويل قيود مصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية وقال جعفرين القيود التي توصلت اليها التحقيقات بلغت قيمتها المالية اربعة ملايين دولار لفتان لانه تم اصدار اوامر قضائية باقاف نقل القيود المصرفية ومنع صرف المبالغ المالية واضف جعفر انه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرفدين الاسبق ومعاونه وايضا اتخاذ اجراءات بحق معاون مدير عام في البنك المركزية لجنة النزاهة النيابية افصحت هي الاخرى على عمليات غير مسبوقة تحدث في العراق تتمثل بالاستلاء المباشر على المال العام وقال عضو اللجنة احمد الربيعي ان العمليات تتركز بنقل ارصدة العراقيين من المصارف اللبنانية المتعطرة الى مصرفي الرفدين والرشيد في بيروت لغرض تزديد هذه المبالغ الى العراقين الذين اوضعوها في لبنان لافتا الى ان هذه الطريقة هي عملية فساد نوعية لاستحواذ على المال العام تختلف عن طرق الفساد السابقة التي كانت تأتم عن طريق اخذ عمولات ومشاريع وهمية كطريقة لاستحواذ على المال العام اقال وزير الداخلية عبد الامير الشمري وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات احمد ابو رغيف من منصبه وذكر مصدر للرابعة ان وزير الداخلية انهى تكليف ابو رغيف من منصب شؤون الاستخبارات وتحقيقات الاتحادية لافتا الى ان وزير الداخلية كلف اللواء ماهر نجم بمنصب وكيل الاستخبارات وتحقيقات الاتحادية بدلا عن احمد ابو رغيف هذا وكلف وزير الداخلية عبد الامير الشمري اللواء الحقوقي محمد سكر قائدا لحرس الحدود واللواء عادل الخلدي وكيلا لشؤون الشرطة هذا وكان وزير الداخلية قد اجرى تغييرات بمناصب مهمة في مفاصل وزارة الداخلية اهمها اقالة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات احمد ابو رغيف اضافة الى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد حرس الحدود ومدير مكافحة المخدرات اضافة الى مدير شرطة الطاقة في وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وقائد حرس الحدود ومدير مكافحة المخدرات اضافة الى مدير شرطة الطاقة رأت قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة أن هناك إرادة سياسية للتغييف وإضعاف دور المكون التركماني في العراق ولسيا مكاركوكا منتقدا الثلاث رئاسات والصمت على هذا التهميش رئيس الجبهة التركمانية النيابية أرشد الصالحي قال إن عدم دعوة الجبهة لاجتماعات تشكيل اتلاف إدارة الدولة يعد تهميشا وإقصاء مبديا رفضه لأي خطوة تتخذ بغياب ممثلي المكون التركمانية الأساسة يستهدف النفط في كاركوك وليس لخدمة الكورت في كاركوك ما حصل من اجتماع اتحاد إدارة الدولة قبل يومين هي اجتماع ضد المكون التركماني بالدرجة الأولى إقحام قضية كاركوك والمادة 140 التي فشلت في إيجاد الحلول المادة 140 فشلت في إيجاد الحلول منذ أكثر من 20 سنة وهي مفتاح لحروب عبثية ولتنافس ولتناحف دعونا نفكر بشكل أو بآخر وأن يكون الجميع مشترك في القرار وليس أن تقرروا فيما بينكم وأنا أقول لكم من الآن قراراتكم ستكون فاشلة وستفشلون مرة أخرى وستؤدون بكاركوك إلى مشاكل أخرى وليعلم بغداد أن كاركوك هي التي تحدد بوصلت وحدتكم في السياق تعتزم الاتحاد الوطني عقد اجتماعا في منزل جلال طلباني بحضور الحزب الديمقراطي الكردستاني واتلاف إدارة الدولة لحسم عدد من الأمور عضو الاتحاد أحمد الهركي قال أن الوفود الكردية تعاود زيارتها إلى بغداد لبحث ملفات مشتركة بين الإقليم والمركز إضافة إلى مناقشة الملفات السياسية والأمور الفنية التي تتعلق بالموازنة لافتا لأن الأجواء إيجابية داخل العملية السياسية لمشاركة أغلب المكونات العراقية في إدارة الدولة تتواصل زيارات ما بين الإقليم والمركز لحل الملفات العالقة بين الطرفين إذ تغيرت القرارات السياسية بعد انضواء معظم الكتل تحت لواء تحالف إدارة الدولة لم تنقطع الزيارة التفاهمية بين بغداد وأربيل التي تضغط باتجاه إنهاء المشاكل المتعلقة بمستحقات الإقليم المالية وإدارة النفط والغاز وإيجاد تخريجة لتفعيل المادة الجدلية 140 الإقليم يحاول أن يظهر بعلاقات جديدة مع المركز في حكومة السوداني تختلف عن العلاقات السابقة الزيارات المكوكية التي كانت قام بها سيدنا جيربان بارزاني والوفد الفني الموجود في بغداد من حكومة مركز حكومة قليم كردستان من مناقشة الملفات العالقة من ضمنها تحثبيت حصة الموازنة قليم كردستان في موازنة المركز إضافة إلى المادة 140 تشريع قانون النفط والغاز ووضع عالية عمل لها خلال الفترة القادمة وحتى مادة 140 الكتل السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وبعد أن تجمعت في تحالف إدارة الدولة غيرت من طبيعة تقاطع قراراتها وأصبحت تقف عند مرتكز الاتفاق في كل الخلافات الكتل الكردية أنهت مراحل تفاهمها سابقا مع حلفائها يقول متابعون والآن تتحرك لإكمال الأشواط الأخيرة في مباحثاتها خلافات المركز والأقريم ممكن أن نعتبرها شبه منتهية خاصة فيما يخص الخلافات المادية وقانون النفط والغاز الأمور المادية وقانون النفط والغاز ولكن تبقى جزئية من المادة 140 المختلف عليها فيما بين الكتل السياسية هناك من داخل تحالف إدارة الدولة جهات لا توافق على كل المادة إذن عليهم هناك بحثها من جديد التعاون في جميع الملفات وترسيم حدود لشراكة القرار والموقف تسعى أربيل إلى تطبيق هذه النقاط مع حكومة بغداد إذا تحققت مطالبها وفق ما تريد محاولات الإقليم بتصفير الخلافات مع المركز تسير بنحو مستمر من خلال اللقاءات المكثفة التي يجريها الجانبان لحسم الملفات العالقة بشكل نهائي أحمد ليث بغداد الرابعة أعلنت وزارة الخارجية أن سفرة العرقية في موسكو تنسق لنقل جثماني عرقيين توفية بسبب الإنجماد على الحدود البلاروسية المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ذكر أن سفرة العرق في موسكو تابعت باهتمام بلغ وفاة مواطنين عرقيين على الحدود بين بلاروسيا وبولندا وأضاف الصحاف أن السفرة قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وتسير نقل جثمين إلى العراق واستمرار التنسيقي مع دويهم لتسهيل صرف مستحقات محافظة بابل وإكمال المشاريع المتوقفة عقد المحافظ إسام أسلان ورئيس عضاء لجنة الخدمات النيابية مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب زيارة عدد من مناطق المحافظة وأجرى خلاله التأكيد على أهمية استكمال البنية التحتية والمساهمة بفتح المعامل والمصانع المتوقفة حقيقة يعني الاجتماع تخلت نقاشات طويلة وموسعة ومفصلة بنفس الوقت كل هذه النقاط تناولت النقص الموجود في محافظة بابل من خدمات الأفق الموجودة عندنا والحيز المتوفر اللي من خلاله ممكن أنه نوفر مشاريع استثمارية في قطاع الصناعة والسياحة والسكن الأساد النواب حقيقة أثرون بمعلومات كثيرة يعني والحديث أخذ أبعاد كثيرة أنا ما أريد أتكلم يعني نيابة عنهم الحديث لهم أفق ممتازة جدا لدعم محافظة بابل في قادم الأيام بعد طلاع أساد النواب على الواقع الخدمي والواقع في بقية القطاعات الأخرى كصناعة والزراعة نحن كإرادة سياسية وكمطبخ برلماني سنتعاون مع اللجان الأخرى ومع الكتل الميابية بغيط زيادة تخصيصات المالية لنهوض بواقع بابل لليغ ببابل وهال البابل واستثمار أمكانيات وراس المال البشري والأمكانيات الاقتصادية في البابل وانهوض بالقطاع الخاص أعلنت وزارة المالية استكملت دفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل والبكالوريوس وذكرت الوزارة في بيان أن دائرة المؤسنة التابعة لها استكملت الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتعين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل ضمن ملاك عدد من الوزارات وأضح البيان أن الدفعة الثالثة تضمن ثمانية ألاف وسبعة وستين من خريجي البكالوريوس ومائة وواحد وثلاثين من حملة شهادة الدكتورة ينتظر موظفو العقود في الوزارات تثبيتهم على الملاك الدائم بعد سنوات من التظاهر والاعتصام المفتوح إذا تستعد جميع الوزارات لاستقبال ألاف منهم بعد توجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزارة بعد طول انتظار وسنوات من التظاهر والمطالبات بتثبيتهم موظفو العقود في جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة قريبون من التثبيت على الملاك الدائم بعد توجيه رئيس مجلس الوزارة لجميع الوزارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية لتثبيت من تزيد خدمته عن سنتين ممن صدرت أوامر التعاقد معهم قبل ثاني من تشرين الأول لعام 2019 يعني السيد السوداني حقيقة من أولوياته بل هو جزء من برنامج الحكومي هو أولا قضاء على البطالة وكذلك توفير الفرص عمل لكل أبناء الشعب العراقي مع وجود وفرة مالية كبيرة جدا قد تكون هي مضمنة من قبل الموازنة أعتقد هذه الخطوات هي خطوات جيدة من قبل السيد السوداني لغفع المعاناة عن أبناء الشعب العراقي يعني إذا لم تكن بحاجة إلى هؤلاء الشباب على أي أساس تحقدت معهم وإذا كانت بحاجة إليهم عليها أن تفي بواجباتها تجاه حقوقهم الألاف من العاملين في مؤسسات الدولة هم بصفة عقود ويعيشون أوضاعا اقتصادية غير مستقرة بسبب عدم تثبيتهم والبعض منهم تم إنهاء التعاقد مع أوليات هذا التوجيه بمثابة استقرار نفسيا وماليا لهم بعد طول انتظار وتظاهرات خرجوا بها لعشرات المرات مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم الخطوات التي ينحوها أو المنح الذي ينحوها السيد محمد الشيع السوداني هو من أجل تخفيف معاناة المواطن إما من خلال تقديم خدمات أو من خلال تثبيت أو توظيف توطين عقود الموظفين وبالتالي أعتقد هناك تنسيق مع وزارة المالية وأظن أن الأمور ذاهبة باتجاه تحقيق أحلام هذه الشريحة التي عانت كثيرا ويعتمد القطاع الوظيفي في البلاد على أعداد لا يستهان بها من الموظفين بصفة عقود والذين يمارسون عملهم منذ سنوات ولم يحولوا لملاك بسبب الأوضاع الاقتصادية والعصر المالي الذي مر بالعراق خلال سنوات ماضية لأسباب تتعلق بأسعار النفط والحرب على داعش وجائحة كورونا وتحتاج الحكومة الحالية والحكومات المستقبلية لتفعيل القطاع الخاصة أيضا ليكون عونا في التوظيف الحكومي والتقليل من حجم البطالة والسونامي الاحتجاجات الشعبية من بغداد حيدر نصيف قناة الرابعة كشف وزير الموارد المائية عون دياب عن وجود توجه لزيادة المساحات الزراعية للحنطة والشعير بالاتفاق مع وزارة الزراعة وقال ديابين الأمطار التي هطلت خلال الأوينة الأخيرة تركزت في مناطق محددة ولا سيما في محافظة السليمانية مؤكدا إسهام الأمطار بإطلاق تصاريف جديدة أو جيدة لدفع اللسان الملحي في شط العرب وأحياء الأهور أنعشت الأمطار الأخيرة أمال المزارعين في ميسان بعد أعوام من القحط والجفاف في وقت يطالب الفلحون بتوفير الدعم الحكومي وتقليل الاعتماد على المستورد الأمطار الأخيرة التي روت بها أراضي متعددة من العراق انتعشت أمال المزارعين في ميسان الذين طالبوا بزيادة الخطة الزراعية لمنح مساحات واسعة للأراضي الخضراء الريد من الحكومة المركزية زيادة الخطة أو مديرية زراعة ميسان زيادة الخطة اللي هي 12% السوينا 50% السوينا 100% لأن نشوف الأجواء ممطرة الحمد لله والشكر ونشوف الفيضانات جاي ديالة ما ديالة وهذا وكل يصب بنهر دجلة فالريد زيادة الخطة واليوم الحمد لله وصلت الزيادة وصلت المحافظة ميسان وخاصة الشط مثل ما يقولون هنا جاي يجري خابط دهلة الريد زيادة الخطة وريد دعم المنتج المنتج الزراعي لابد أن تدعم الدولة المئات من الفلاحين أكدوا ضرورة توفير الدعم اللازم لهم بالفائدة من المحاصيل الزراعية ولدعم الاقتصاد الوطني ولتقليل من استيراد المزرعات حرمونا من العام للسنة يطوننا 4 ساعات تشغيل يعني 4 ساعات يعني ما يوصل حتى نصف المشروع واسحنا ظالين ترابق زر عمالنا الله وكينا خانها الساعة الدعقاء لثارتها وظلت معنجرة وظلت الحاشي محافظ ميسان بو يطون ماي لا يطين بو ينعاني موتنا كفيرة كلا حتى هجرنا سيول ضال عندنا ماي عمي بس مايش غلطني انطلبنا انها ابنة كفيرة كلا انتقلنا على المطر ماكو بيه يمكن عباس حتى بالنسبة لي أنا شلت هجرت لا يضل عندها حلال هاي الواتي من لا يضل عندها زرع انتهت ما يضل عندها شي وطالما مثلت ميسان سلة غذائية للبلاد من مزروعات ولا سيما بساتينها تشتهر بزراعة انواع ذات جودة عالية من المحاصيل الزراعية وضعنا كفلاحين فلاح تعبان اليوم الفلاح منهك فلاح من جميع النواحي منهك المياه علي تقطير صايرة من كل النواحي سدوا الاسمدة المبيدات البذور البذور في 900 ليش الفلاح ليش ما ينطونا وقود ليش ما يخلونا يشغل زيارة الطاقات المائية من المطار هاي خير من الله الخطة شتوية 12% و25% ليش ما سونا 50% مع بداية موسم الشتاء مبشرا بتساقط الأمطار فلاح وميسان طالبوا بزيادة الخطة الزراعية لموسم الشتاء حمز عسيقالات الرابعة ميسان ختام النشر تذكر بأبرز ما جاء فيها السوداني يؤكد لخامن التزام العراق بعدم استخدام أراضيه للاعتداء على إيران والأخير يدعو لمزيد من الوحدة والتكاتف بعد مداهمة منزله مكافحة الفساد تحتجز رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري وتمنع رئيس المخابرات السابق من السفر الجبهة التركمانية تشكو التهميش داخل الكابينة الحكومية ومساعي تقريب بين القوى الكردية مستمرة لحل الأزمة مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار وإبداء الأرأة وملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الربع دو تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام تليجرام تويتر اسنان شات اشتركوا في القناة